بسم الله الرحمن الرحيم استكمالاً لسلسلة الدروس المقدمة في المادة التعليمية سيرول اتخاذ القرارات الاستراتيجية سنواصل اليوم من خلال تطرق لموضوع التدرج المعرفي أو ما نسميه بالفرنسية L'incremitalism cognitive محاور الدرس تتعلق بالنقاط التالية أولاً تمهيد ثم مفهوم التدرج المعرفي وبعده النموذج الفكري للمنظمة أو البرادجم الورغانيزازيونال وخصائصه النقطة التالية سنتناول مرتكزات التدرج المعرفي وفي النقطة الرابعة الانحراف وننزلق الاستراتيجي وأخيراً الخلاصة بداية لبأس من تذكير بوضع هذا النموذج وهو الأستاذ جونسون جيري الذي نشر مقالاً سنة 1988 في مجلة استراتيجيك ماناجمت جورنل والأستاذ جونسون جيري كان حينذاك أستاذاً بمدرسة مونشستر لإدارة الأعمال بجامعة مونشستر بالمملكة المتحدة هذا المقال الذي أحتى تضجة كبيرة في ذلك الوقت وما زال من بين أهم المقالات التي يرجع إليها عند الحديث عن نموذج المعرفي وعن اتخاذ القرارات في الإدارة الاستراتيجية بعنوان أوليتين كينغان كريمونتاليزم الذي كان مساهمة قيمة في الفكر الإداري سنتطرق لأهم محاور هذا النموذج وأهم ارتكازاته وخصائصه في النقاط اللاحقة في هذا الدرس مفهوم التدرج المعرفي حاول جونسون من خلال هذا النموذج في صناعة القرارات الاستراتيجية تفسير ظاهرة التكييف في المنظمة مع التغييرات الحاصلة في البيئة المحيطة واستجابتها لهذه التغييرات انطلاقا من النموذج الفكري أو البراديغم السائد داخل المنظمة بمعنى أن تعامل المنظمة مع البيئة المحيطة يكون نابعا وخاضعا للنموذج الفكري السائد داخله بمعنى أن طريقة التفكير ونمط التفكير المشكل من ثقافة تنظيمية السائدة للمنظمة هو الذي يمكن من التعامل بطريقة سريعة أو بطيئة أو لا يتكييف مع التغييرات التي تحدث في البيئة المحيطة ومنه بحسب جونسون فإن هذا النموذج الفكري يمكن أن يكون أداة فعالة في بعض الأحيان لأنه يساعده على الاستجابة السريعة ويحدث التغيير الاستراتيجي بما يتلأم مع ما يحدث في البيئة المحيطة ولكنه أيضا قد يكون عائقا أمام التغيير ويتحول إلى سجن معرفي يحجب المنظمة عن فهم ما يحدث في بيئتها وبالتالي يفوت عليها فرصة التكييف مع ما يحدث فيها النموذج الفكري للمنظمة والفرادين يعرفه جونسون بأنه مجموعة من المعتقدات والفراضيات الشائعة نسبيا داخل المنظمة والتمثيلات لربريزنتاشون وتفسيرات اللعبة التنافسية والبيئة بصفة عامة بما يدعم السياسات والبرامج والرموز المشتركة لدى إدارة المنظمة بعبارة أخرى فإن جونسون يرى أن النموذج الفكري للمنظمة وما يسميه البرادين أورغانيزاتيوني للمنظمة هو طريقة تفكير وإدراك وتفسير لما يحدث داخل المنظمة وخارج المنظمة بما يدعم مختلف القرارات والسياسات والبرامج التي تضعها إدارة المؤسسة دين مكونات النموذج الفكري بحسب جونسون يعتقد جونسون أن النموذج الفكري للمنظمة والبرادينيجم يكون في قلب ومركز النسيج التقافي للمنظمة بما تحمله من مكونات تمثلة أساسا في هيكل السلطة من خلال توزيع السلطات والصلاحيات في مختلف المستويات وكيفية ممارسة السلطة داخل المنظمة ونمط القيادة إلى آخره متمثلة أيضا في الهياكل التنظيمية سواء منها الرسمية أو غير الرسمية والهياكل التنظيمية قلنا سبقا بما تحمله من مختلف العناصر سواء في تقسيم الأعمال والمهام توزيع الصلاحيات وعمليات تنسيق عموديا وأفقيا وقطريا إضافة إلى ذلك مكون الثالث هو نظم الرقابة كيفية ممارسة الرقابة داخل المنظمة ما سواء من خلال المتابعة المستمرة أو الرقابة البعدية من خلال التقارير أو الرقابة عن طريق الإشرف المباشر إلى آخره إضافة إلى الإجراءات والروتينات خاصة منها المتعلقة بإدارة وتسيير مختلف العمليات خاصة منها التشغيلية كذلك العادات والطقوس سائدة داخل المنظمة إضافة إلى الرموز بالنسبة لخصائص النموذج الفكري بحسب جونسون يعتقد أنه يعبر عن الهيكل التنظيمي ونظم الرقابة والإجراءات والروتينات ونظم السلطة والرموز والعادات والطقوس الخاصة بالمنظمة والتي تميزها عن غيرها من المنظمات الأخرى الخاصة الثانية أن هذا النموذج الفكري تساهم كل الأطراف المشاركة في المنظمة في إنتاجه وفي بلوراته وخاصة منهم القادة وكلنا يعلم أنه للمديرين وللقادة دورا كبيرا جدا في التقابة التنظيمية بما يمثل منه من رمزية بالنسبة للمنظمة وكذلك بالنسبة لتأثير على تاريخها وعلى وضعيتها بصفة عامة رغم ذلك يشير جونسون لأن الكثير من مكونات هذا النسيج التقافي تفليت من رقابة القادة في المنظمة وكلنا يعلم أن المنظمة بصفة عامة عبارة عن مجتمع مصغر بما يحمله من مكونات بشرية مختلفة المشارب سواء من ناحية الإيديولوجية من ناحية مستوى التعليم من ناحية التنشيئة من ناحية المستوى التقافي من ناحية طريقة التفكير وهي كلها أشياء لا يمكن للقادة أن يسيطروا عليها ويتحكموا فيها مرتكزات تدرج المعرف يرى جونسون أن القرارات المناورات الاستراتيجية الجديدة لا تأتي فجأة وإنما تكون نتيجة لتدبر وتفكير ومسار طويل من الحضانة في نقطة أخرى يرى أن إدراك المشاكل ومعالجتها يتم في إطار نموذج الفكري السائد داخل المنظمة ووفق التقافة التنظيمية السائدة حسب سيرولة تؤدي إلى إنتاج حلول تدرجية منسجمة مع هذا النموذج الفكري بمعنى أنه عند تلقي المنظمة لإشارات أو لمعلومات حول أحداث خارجية تحدث في البيئة المحيطة وتكون هذه الإشارات أو هذه المعلومات منسجمة مع نسيج التقافي ومع نموذج الفكري السائد في المنظمة فإنه يتم تطوير حلول تدرجية استجابة لهذه الإشارات الآتية من خارج المنظمة أي من البيئة المحيطة بمعنى أن التغيير لا يكون بطريقة خطية تعامل معه يكون عن طريق التدرج خطوة بخطوة في بناء الاستراتيجيات استجابة لهذا التغيير أما إذا كانت الإشارات المدركة غير منسجمة وغير متوافقة مع النموذج الفكري السائد ومتعارضة مع بعض مكوناته أو تمس ببعض المؤتقدات والرموز السائدة في النسيج التقافي للمنظمة فإنه يتم تفسير تلك الإشارة وترجمتها وتشويهها وتحويرها بطريقة تجعلها منسجمة ومتوافقة مع النموذج الفكري السائد بمعنى أنه يتم تشويه هذه الإشارة لجعلها متوافقة مع ما يعتقده القادة والمديرون وكل الطرف الفاعلة داخل المنظمة الفرضية الضمنية لهذه المسعى هي استقرار نموذج الفكري في الزمن بمعنى العمل على إدامة النسيج التقافي والنمط الفكري السائد داخل المنظمة فعملية انسجام وموافقة إشارات الآتية من بيئة المحيطة تتطلب اللجوء إلى تفعيل رموز المنظمة من جهة ومن جهة أخرى اللجوء إلى اللعبة التفاوضية ما بين مجموعات الفرعية داخل المنظمة من خلال هنا يبرز دور النموذج السياسي من خلال العمل على المفاوضة لإيجاد مخارج توافقية بين مختلف المجموعات داخل المنظمة وبالتالي في الحل المتوصل إليه يكون بطريقة تنسجم مع النموذج الفكري السائد داخل المنظمة وهذه السيرولة لاتخاذ القرارات تتوافق مع صياغة الاستراتيجية بطريقة تدرجية منطق سيرولة التدرج المعرفي بحسب جونسون يرى جونسون أن سيرولة اتخاذ القرارات وفق نموذج المعرفي تمر بالمراحل التالية وبداية يتم إدراك من خلال إدراك أحداث خارجية أو استقبال وتلقي إشارات من البيئة المحيطة يتم التعامل معها والاستجابة لها وفق ثلاثة ردود أفعال نوردها كما يلي إذن بالنسبة لرد الفعل الأول يتعلق بالأحداث المجهولة بالنسبة لإدارة المؤسسة أو التي لم يتم التعامل معها سابقا وهنا يتم التعامل معها من خلال التجاهل وعدم الاهتمام رد الفعل الثاني يكون حيال الإشارات المنسجمة المتوافقة والأحداث المتوافقة مع النموذج الفكري السائد داخل المنظمة وهنا ننتقل إلى المرحلة التي بعدها وهي تحديد المشكلة بالتوافق مع النموذج الفكري السائد رد الفعل الثالث يتعلق بالأحداث غير المتوافقة والإشارات غير المتوافقة وغير المنسجمة مع نموذج الفكري السائد وهنا يتم البحث مع مختلف المجموعات الفرعية داخل المنظمة من خلال المفاوضة على إيجاد ما يسميه جونسون بالدفاع السياسي من خلال المفاوضة للوصول لتسويات وقرارات سياسية في نهاية الأمر وهنا تتحدد المشكلة بالتوافق والإنسجام مع النموذج الفكري السائد ومنه يمكن الوصول لحل تدرجي منسج مع النموذج الفكري السائد داخل المنظمة الإنزلاق الاستراتيجي أو الانحراف الاستراتيجي بتعبير جونسون يسميه strategic drift أو الانزلاق الاستراتيجي أو الانزلاق الاستراتيجي إذن يرى جونسون أنه في وجود نموذج فكري بعيد عن الواقع ولا يتماشى مع التغيرات التي تحدث في البيئة المحيطة قد يكون إدراك تطور البيئة مشوها الأمر الذي يؤدي إلى هدوط انحراف أو انزلاق بتعبير جونسون يسميه انزلاق استراتيجي بمعنى وجود انحراف عن ما هو موجود في البيئة المحيطة وما تدركه إدارة المؤسسة نتيجة للنموذج فإذا كان التغير في البيئة المحيطة متوافقا ومنسجما مع التغير الاستراتيجي هنا يكون هناك تناغم بين ما يحدث في البيئة المحيطة وما يحدث داخل المنظمة من خلال إدراك هذا التغير وبالتالي فإن التغير يكون تدرجي بصفة عادية أما إذا كان التغير في البيئة المحيطة يسير بوتيرة تختلف عن التغير الاستراتيجي داخل المنظمة فهنا يحدث بحسب تعبير جونسون انزلاق استراتيجي أو انحراف استراتيجي يعبر عنه من خلال الفرق بين ما يحدث في البيئة المحيطة والتغير الاستراتيجي الحاصل داخل بحسب جونسون إذا كبر هذا الانزلاق وأصبح مهما جدا فإن ذلك يؤدي إلى إحداث أزمة داخل المنظمة أي بمعنى إذا لم يكن التغير الاستراتيجي الحاصل داخل المؤسسة متماشيا مع ما يحدث في البيئة المحيطة فإن ذلك يكون مدعاة لحدود أزمة داخل المنظمة تتجلى في ثلاث مظاهر حل هذه الأزمة يكون وفق ثلاثة عوامل إما من خلال العمل على تغيير جد لتقوم به إدارة المنظمة أو مجلس إدارتها بمعنى أن تغيير يكون إرادة من إدارة المنظمة من أجل إحداث تغييرات على نمط التفكير وطرق العمل ونموذج الفكري السائد بصفة العامة ومكوناته من أجل التوافق مع ما يحدث في البيئة المحيطة أو من خلال المعارضة المفتوحة لمختلف المجموعات ضغيطة داخل المنظمة متمثلات في مختلف الأطراف ذات المصلحة أو التكتلات التي تحدث داخل المنظمة سواء منها النقابات أو الممثلي مختلف الفئات الداخل المنظمة سواء كانت منها فئة الإطارات المديرين في المستويات الوسطى أو المديرين في المستويات العليا أو العمال المنفذين إلى آخره أو قد يكون هناك إعادة تشكيل للسلطة برمتها بفعل وصول أحد المعارضين أو المستبعدين للسلطة مما يجلب برؤية جديدة وإعادة النظر في النموذج الفكري السائد داخل المنظمة ومكونات نسيج التقافة التنظيمية التي يمكن تغييرها على المدى القصير لأن الكثير من العناصر متعلقة بالتقافة التنظيمية تكون طويلة المدى وعبارة عن تراكم يتكونوا عبر الزمن خلاصة لمتى نولناه في هذا الترس يمكن القول أن نموذج التدرج المعرفي الذي قدمه جونسون حاول تفسير ظاهرة تكييف التدرج المرحلي للمنظمة مع البيئة المحيطة من خلال ظواهر التعلم الجماعي التي تجعل استجابة المنظمة للتغييرات في البيئة المحيطة منسجمة تدرجيا مع نموذجها الفكري أو ما يطلق عليه البرديغم أورغانيزاصيونال هذا النموذج الفكري الذي يكون في مركز نسيج التقافي للمنظمة والذي قد يكون أداة فعالة لإدارة المنظمة للتعامل مع البيئة المحيطة وإدراك ما يحدث فيها والاستجابة بسرعة من خلال إحداث التغيير الاستراتيجي المطلوب ولكن في الكثير من الأحيان قد يكون عاملا معرقلا يحجب المنظمة عن فهم ما يحدث في بيئتها وبالتالي يتحول إلى سجن معرفي نتيجة لتقوقع إدارة المنظمة في نموذج فكري بعيد عن الواقع وعن ما يحدث في البيئة المحيطة وبالتالي يفوت على المنظمة القدرة على التكيف بسرعة والاستجابة لما يحدث في البيئة المحيطة إذن إلى هنا ننهي المحور الخاص بسيرورة القرارات والتحكم في الاستراتيجية الذي تناولنا فيه ثلاثة نماذج رئيسية أولوها نموذج السياسة التنظيمية من خلال نموذجين فرحيين هما نموذج تخصيص الموارد والنموذج المتعدد ثم تناولنا نموذج التدرج المنطقي وأخيرا التدرج المعرفي إلى درس لاحق إن شاء الله شكرا على حسن الانتباه والمتابعة والسلام عليكم